تغييرات في خارطة السياسة العراقية تسبق الانتخابات المحلية إذ قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم إمكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بقرار قضائي عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والإداري في الانتخابات المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك قال إن أحد شروط المرشح لعضوية هذه المجالس تنص على أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه الساموك قال إن المحكمة الاتحادية العليا فرضت قيدا على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخبا أو معينا من أجل حماية حق الدولة والمجتمع مبينا أن شمول المعني بالعفو لا ينفي صفة فيه لا تتلاءم والمسؤولية العامة في إشغال منصب في الدولة رئيس مجلس الوزراء سبق تلك الأحداث وأعلن سلفا أن مجلس مكافحة الفساد وجه على تنحية ألف موظف قررنا قبل أيام وبإجراء قانوني تنحية ألف موظف حكومي قدموا للمحاكمة متهمين بالفساد وإهدار المال العام ومنعهم من تولي أي وظيفة حكومية مستقبلا موسيقى